ونطالبوا بالمغرب يرفع عنا ذا الحصار ونطالبوا بالمغرب يرفع عنا ذا الحصار وهون دريك جدار مية جايين دريك رعا جندر جايين واحنا درجنا ذا شبوت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم أخذي لكم علي مريش دائما فيما يخص قضية السحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم معلومات جديدة غنضيفها على فيديو لذلك الموضوع آخر سبقت اتكلمت عليه هذا الفيديو اللي ظهركم وغير رجع نسمع لكم وعطيكم معلومات مهمة جدا هذا الفيديو فعلا سبق انشرته ولا هيا رجع ننشره مرة ثالثة ورابعة وخامسة وستة وعشرين ومية والف ومليون مهما على انه انا ما زال على قيد الحياة ومهما على انه الهدف المشمول او ذاك اللي خططت ما زال ما تحققش له يننشره ونعود النشره ونكرر النشره حتى يتحقق الهدف والمراد ويرتاح ذاك اللي بداخلي يرتاح ضاميري ويرتاح قلبي وترتاح نفسيتي لانه ذاك اللي يشعل فيه قلبي الداخل خاص ويطفال حتى يتحقق الهدف والمراد من هاد الخبار اللي سنعطيكم ولا حتى انكم سمعتوا هذا الفيديو السابق أنا ستعرفوا على انه الهدف والمراد اللي بغينا خاصه يتحقق حتى يرتاحوا احنا كاملين وراني راني اقل اقل مثلا يعني تأثر من هذا اللي في داخلي من تأثر من واحد الاشخاص سنذكره منكم شدوا محايا الخط كيتعرفوا كاملين عندنا واحد الميتار شعبي مغربي كنقولوه الروح عزيزة عند الله الروح عزيزة عند الله واكيد ومؤكد سبق لكم سمعتوا هاد الخيطة وولا قلجوه وانا حقيقة سمعتوا مرار وتكرار مثلا من اللي المغاربة كي يجبروا واحد الجوتة دي الواحد شخص التقتل تقريبا واحد 20 سنة 30 سنة او حتى 40 50 او حتى 100 سنة ومذفور وبقى من جوت تؤلى الروحات والعظام وبعد ذلك كي يستدعوا الصوتات المغربية كي دي الاسرطة العلمية كتجروا واحد تحقيق وكت اكتشف القاتل بعد تقريبا 40 50 سنة كي يكتشف وكيتقدم العذالة وكيتحقب طيب قل القوانين بانه مجرم قتل اقتل واحد شخص ودفنه قبل 50 60 سنة ولا 40 ولا ما نعرفهاش وفي الاخير تكتشف المغربية يمكنك وصلوا من الخبار في الطريق يقولوا الروح زيزة عند الله وانا سبق حقيقة نسمع سيد الميسا الميران والتكرار لأن حياتي الشخصية بعد ما كنتسمع واحد شخص جبره ومقتل واحد مدة طويلة وكتشف الشرطة القاتل والجانك يقول المغربية الروح زيزة عند الله وسبق سمعت تقريب واحد الجريمة يعرف جميع المغربية كان وقف تفتير ودان على ما اعتقد واحد السفاح وليزاد واحد مجرم يقتل واحد مجموع وعمل الاطفال بعد ما اغتصفهم كان مجنون والله ما قول بيضوفيد كان اغتصفهم وقتل الاطفال صغار وكان يتفرهم في واحد البقعة بقعة سكانية ما زال مبنوها اصحابها ووحد نهار قروا اصحاب ذيك البقعة السكانية على ان مبنوها فوسطوا الخبار على ان ذيك البقعة ستبني اللي يهود فيها ذيك الاطفال اللي قتلوا قتلت قمش تبني ولم تسعود بعد كبير قش اقرب الضرر مش ذيك السفاح والقتل حفر لذيك القبر اللي عدلم هو ذيك الاطفال اللي قتلهم وقتصبهم ودفنهم في ذيك منطقة وحملهم عبر بلاستيكات في واحد دراجة هواية ومش الواحد الواد في تيرودينت ورماه وفهم وجا شي مواطن مغريبي ويجبر شي عظام دي الاطفال وستدع الشرطة وجاة الشرطة العلمية وجرات التحقيق وفي الاخير اكتشفوا القاتل وكتشفوا هاد السفاح اللي كان يقصبهم ويدفنهم في ذيك البقاع ومني عارف عدو ان ذيك البقاع خطفنا احمله هوا ذوك الجوتات الاطفال ومشار معهم في ذاك الواد ويتكتشف قادية وعاد المغاربة يقولوا الروح زي عند الله انا كنت صغيرة في ذاك الوقت كنت سمع عايتي وهلي والجيلانك يقولوا الروح زي عند الله لانهم تأطروا في تلك الواقع تأطروا الروح زي عند الله مهما على انه يحد قتل ولا تبح وضرت عقب جريمة حتى وإنت منها واطمر يعني ملامح الجريمة الباصعة معت او شيء ما تقابلوا وقال راني ارتحت مشيت كيمشي غبر عشرين سنة ثلاثين سنة كيمشي اخوة يقول الروح زي زي عند الله الروح زي زي عند الله خوتي هذا الشخص اللي شفتوك يتكلم واللي سبق تكلمت عليه ولا هين تكلم اللي مرة تاني حتى يتحقق الهدف وهذا في اسم طبعات الحال ويفتح ضامير نحن المغاربة هذا الشخص كان في مخيم قديم الزيك الاسم بتاعه عبد لغني كبدان هذا الشخص كانت البوليساري وفي مخيم قديم الزيك واللي التقتل فيه كي تعرف كاملين تقريبا 11 مواطن مغربي اغربي شباب من القوات المساعدة رحمة الله عليهم اللي يمشوا فقط على انهم يفكروا المخيم المشبوه ويقدموا حتى المساعدة النساء والاطفال اللي كانوا محتجزين في ذاك المخيم عبد الغني كبدان نكرر لكم مرتان على انه كان حاضر من الريف من الناظور عيت وهل استقر واحد مدة في الصحراء المغربية كان عنده مشكل ولذلك كان مشكل بين الوالد ووالدة طالقه هذا عبد الغني كبدان ربعته واحد الاسرة الصحراوية في العيون فعبد الغني كبدان كان يعاني حقيقة من ظروف اسرية ومشاكل اسرية نتيجة طلاق الاب والاب خرج هو متشرد في الشارع خرج مجري تعطل الحشيش المخدرات الصرية داخل خارج من الحفص جاء مخيم قديم الزيك 2010 نضم له قد نسمع لأنه كيتكلم الحسان يا صحق يا غير النبرة صوته ما هو صحراو حقيقة ظاهر لأنه من الشمال هذا عرض لغني كبدان عارفوا أنا في المنابر الواتساب تقريبا مدة هذه وكنت نسمع دائما كيتكلم وكيقدم على نفسه وعلى أنه جزائري وراني عندي صوتية طبعا سبقى رشرتهم في فيديو السابق كيتكلم وكيقول لأنه جزائري كيداع لأنه جزائري علاش يراوغ باش ما تسلطش علي الأضواء باش يقولوا المغاربة ولا حتى هذا غير جزائري ياش عنده حلقة بقديم الزيك باش لعرفوا أنه كان في قديم الزيك غير طالبو به الطالب به الدولة المغربية أنت شاركت في مخيم قديم الزيك أنت كانت معيناك البوليساري ومسؤول أبن في مخيم قديم الزيك عكيد ومؤكد يذيك ملطخة بديم أشو هذا هذا عبغني كان في مخيم قديم الزيك تمكن من الفرار قاس الجزائر سهلوا للمأمورين انتقال إلى أوروبا بالضبط في إسبانيا اليوم كيتواجد بين إسبانيا وفرنسا وكيشتغل في فراس حسب معلومات اللي عندي في العنب كيمشي يجني العنب وكيرجع اللحظة بهذا كان يراوغ وينتح حسب جزائري باش ما يطالبوش به باش المغرب ما يرجعوش لعيمكم الملكنا محمد السيس نصرف الله رايكون في واحد زيارة المغريد غيستقبلو الملك الإسباني وبالتالي في إطار التعاون الأمني والقذائي بين المغرب الوصباني كانت من والليزاد كانت طالب حتى من السلطات المغربية هذا الشخص يتم المطالبة به من طرف المغرب مباشرة السلطات الفرنسية باش يتسلموا المغرب ويتعاقب طيبقا للقوانين باش قلبنا وقلوبنا ونفسيتنا ترتاح بالأخص عائلات وأسر الشهداء اللي تقتلو في 2010 مخيم إغريم الزيك كيفاش هو الإنسان اليوم شاب ولا شابة الوالي كانت تقتل في 2010 ومازالك يشوف القاتل هارب في سبانيا كيفاش الأم اللي تحربت من فلدة كبيضها ولدها قلو هاد السفاح وبال أعزكم والله على جدته ولا زاد حتى شارك في عملية القتل وهرب واليوم في سبانيا بيخير على خير هذي رمي تقبل العقل هذي رمي تقبل كيفاش اللي أرمالها واللي زوجها تقتل في 2010 وهذا عبدالله نكابدنا شارك في هذا العميد القتل هو مرتاح في سبانيا عايشة البضخ الرافعية ومازال يتلذذ بهذا اللي عدله في قديم الزك وإحنا عدنا الحزن والبكاء والأمرياء تقتله إذن خاص خاطرنا ونفوسنا ترتاح وباش ترتاح خاص الصوتات المغربية تطلب بهذا الشخص هذا خاص المغرب والصوتات المغربية تطالب به خاص ويجي للمغرب كيف المغرب طالب بعدة أشخاص ومليزة سبانيا سبانيا سلمت المغرب بعدة أشخاص بينهم بخنونك تعرف كيف بينهم عدة أشخاص هذا الأهم هذا الشخص الأهم ويا أخوتي باش نوضح لكم أراني ما بغيش نطرح رقمو طرح عنده رقم إسباني ما بغيش تطرح رقمو علاش علاش باش نوضح لكم مكتر هذو الأشخاص زين عندهم على أن كومنتاق كمغربي هتكلم الدارجة المغربية التاصل دي هو تهدو تقول لي غانشدك وغانقتلك وغانيجيلك وكذا غانصفعك غايسجلك طبعا خدموا دكيين حتى ذوك الناس اللي يكي اعتاقدون نفوسهم على أنه معارضين واللي كيتحركوا في وسائل التواصل الاجتماعي كيبغي سقطو في الفخ كيبغي كمغربي تهدو إلي هدتيه غايقبض كلامك وغايمشي بيها الصوتات مثلا إسباني وغايقول لما أنا مهدد بالقتل والتصفية وغاي تحصل على اللجوء السياسي عوض عوض على أن الصوتات الإسبانية مثلا تسلموا المغرب تعود يحمي في إطار قوانين دولية الشخص يقول أنا ملاحق أنا مظلوم أنا كذا لا هذا الشخص من هدوه من موسخو يدينا فيه هذا الشخص بغناه يجي للمغرب العايد كل يشاركوا في قديمة الزيكو واليوم مقبوضين 30 مربما 21 20 مؤبد راه مقداوس هذا يالله تبداله إن شاء الله المحاكمة هذا إن شاء الله للتحكم في 2024 لا يخرج حتى 2054 لا يبقى علاقة الحقيقة هذا خاص يجي هذا هو أنا اللي بغيت يتحقق الجديد عندنا اليوم والخوت نسمعوا كلامه جديد السيدرة ما زال كيتفل على اسبانيا ما زال كيتحد الصوتات حتى الصوتات إسبانيا قال لهم إذا الشي اللي بغيت ولي نرى مساعد دي أنا شو كانت يواجه شي بس حراوين آخرين العنصر يقل لي اللي بغيت ولي موجود في اسبانيا ما خايف من تحت ما خايف صوت الاسبانيا صوت المغربية يعني واجد السيد مفرع نكن نقول لهم الدرجة المغربية نقطة أخرى نضيف لكم واحد الشخص سبعه صوت يشوف في الأخر هال فيديو غيكون طويل لأنه غيطور الصوت وهذا واحد شخص اسمته سيدي أب أب ها جنسية مغربية يحضر من مدينة العيون يدخل من المغرب حامل حق الدفين على المغرب والمغربة والشعب المغربي ومع البوليساريو ومشكلة على أنه حامل جنسية المغربية وسمتها أنه مستافل عدة امتيازات حتى نطرح صوتياته وفي الأخير نقال لأستيدي أب أب ها من مواليد العيون حسب اللي عنده 1968 حتى هو كيتواجد بين فرنسا وسبانيا وصور معروفة مبغيش نطرحه بعله شخص حامل جنسية المغربية حتى يكامل بوليساريو يقول لك أنا مغربي ويدعيك وفع يدعوي قذائق يعوض هو وخصو تشتيت الحبس نسق مجنود أنا ولا إلهي الله حياكم الله ويحي الشعب المغرب العظيم السلام عليكم ورحمة الله خائمة هالصحراء مرحبا وسهلا في الواطن وقايل هالحال يا فرواط وقايل هالحال وقايل هالحال حركات وبنيها حركات وقايل هذاك اللي لايحهم في العدو وقايل هذاك اللي لايحهم علاهم ما يجبر استقلالهم وقايل هذاك اللي ناكر وحدتهم الوطنية وقايل هذاك اللي ناكر نعمتهم إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم عليك تمرض واسمع ثاني المحاكم ذيك هي فاتحة فامها والمحامين ذوك هما لازم هما لاش يديروا في البناهم واسم ذاك هو ملاحق وحد والتراب مستاوي ينفو تهددني مملكة الذل والعار والدعار كاملة بها اللي شي هتهددني فاهم وليكتل اللامولانا والروح في المولانا سامع وأنا ما نعرف ماه مولانا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما الرعي في شي ثاني فاهم ولا خالق في الدنيا له يسكتني عن كلمة حق كن على يقين يفلواط ويرماه في الواط ويا السمو ويا التراب وهذه الله حقيقة ولعنده شي يقدمه فاهم يا غير بين قوسين اللي لاحكم ضد قادية أهل الصحرة ماهو ضد قايد ولهو ضد مقي وضد القادية بالإجماع وضد أهل الصحرة الحرار الشرافاء الأبرار اللي ما يقد ينكرها تاريخ لي تنكرها في الواط تجمع الخالق من اللئيم ناكر خير الجبهة الشعبية لتحرير الساخر الحمراء والذهب وجميلها وقاعد اللاف وسخها المخير فيهم لا في دولة الذل والعار ولا في الخارج ولا يعيش ولا من وسخ الشرافاء الكوراماء اللي وسخهم مصغول بورك عيش منو ياسر من الحركات المهيدة اللي لا لشي ما ترعي فيها هالصحراء الما ترعي فيها الجبهة الشعبية التحرير الساخر الحمراء ووادي الذهب وتوف والله الفيدو شي واللي قال عين منو شي يتددم نعطوه له وفقط وراه المحاكم وراه السمورة هو التراب وراه كيف قلت له التراب رنم الساوي فوقه والموت رهي الله واحدة ومالحظة وسهلة قلت أعلنهم مشاو فطروحة المحتل الغاشم المغربي الفوق راههم مع استوانة آش الراشيد وكذا وملفات واستغلوها العائبين بعض العائبين وبعض المجرمين في حق الشعب الصحراوي اللي غلطوا في حق الشعب الصحراوي مزالوا غلطين في حق الشعب الصحراوي ومشاو في حكايات تغيير ومن أعرف وكذا وظهر تغييرهم وظهر تغيير حالاتهم ومراكم بتشوفوا كيفاش تغيروا من مخيمات العزة والكرامة إلى دولة الذل والعار واليهانة واللي اللي قاعد في جونيب واللي من أعرف فعلا جبروا شوي من تغييرات على حساب الشعب الصحراوي والمشكل أنهم مزالوا يلعبوا ومزالوا ماشيين فلاك التورس المظلم كأنهم فعلا لا يجيبوا شيء للشعب الصحراوي هو ما هو خالق هو حتى الاستقلال حتى كلمة الاستقلال ما يقدوا يناقشوا بها ما يقدوا مقدمين أصدقاء المحتل في الخارج وفي الداخل إذا كامل فهموا الشعب الصحراوي وتوف وقاعدوا فقط الاستغلاليين استغلاليين الشعب اللي استغلوا قادية الشعب الصحراوي على حساب مصالحهم هما هما اللي قاعدوا الحاركة كل شي ودخلها اللي كيف مغارة فيها شوي من نبلة طاحت لهم حاصية من الخبز والله شيء وحاصرت عليها لك النبلة فقط اللي كامل استغلالي واللي كامل يلود الخبز القشرة ما عنده ذراع باش يقدم ترها ويجيبها باراق ناظره مشاف ذاك الجانب المموسخ على حساب مأساته للصحراء متوف مسلة ثانية من الجانب العنصري كيف هذا في الواد أنا نقولها مباشرة هذا في الواد ما يقدع للشي نقال لور رقيبات بين القوسين ما يقدع للشي نقال لور رقيبات فقط عادت فيه حماي نقال لحمة الرقيبات إلا عادت جاهد هنقولها لو أنا مباشرة فقط هون منين خلقة العنصرية والرقيبات قاع ما هم قاع حامدين له شي ولا هم جايبين له أخبار ولا محركهم إذا تفيتيت مان الله إذا تحركهم وقبضهم المحتل من هذا الجانب العنصري إذا كامل اللي تشوفوا من القشقاش ومنذ النويرات هكو هكو إذا كامل تسبتوها والناس كلها يمتر من زر اللي يترجم في بايس باسكو ويقعد لك في مين برمسي عنه وإذا ترحيبة هو لا يترجم ويطرجم في بايس باسكو لود القشرة يا غير ما بهم الترجمة في بايس باسكو مخابراتهم تابعين الشعب الصحراوي ويقعدوا ويقعدوا فيهم بوينو كل شي ذاهر كل شي ذاهر للشعب الصحراوي المشكل ما بغي يظهر لهم هم على أنه مزالوا ماشيين علىه لأن الاستفادة مزالت شوي من الاستفادة شوي ملفوتات الماكياج يعقب يذوب ذاك الماكياج كامل يعقب يذوب السلام عليكم ورحمة الله خينا نتهى للصحراء مرحبا وسهلة بيكم كاملين خالق سؤال هون يسأل الشعب الصحرائي وينطرح لفلواط ولو دو الجواب لو دو الجواب لا عاد ماكن السؤال يقولي في الواط منين انشقيت عن الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء والذهب منين انشقيت عن لموات وعن الأخوات وعن الأخوة وعن لبات وعن الشهداء وتمت خيامة العاهد مباشرة وتبعوك واحدين وواحدات تيلين خلق ياسر من انشقاقات فيكم أصلا وخلقت هاك حركات وشي بعد ما ما استنفعتون توم منه وأصلا قاعة ما تلوده للشعب الصحراوي نفع منه علاه لأن حرك تكون مبنية اللي على مصالح شخصية البعض البيادق اللي يلعب بها المحتل المغربي وهذا وضاح العلم كامل وضاح للشعب الصحراوي بصفة عامة وبالنسبة اللي شجبته وششطيته للشعب الصحراوي وش قدمته للمحتل مشاركتكم مع المحتل شن هو اللي قبطتوا من المحتل اللي لا يستنفع منه الشعب الصحراوي باغينا نعرفه شن هو اللي جبته الأبطار تقاع المشاكل اللي أنا أصلا بتنات الحركة اللي بالمشاكل وبتنات أساسا للمشاكل يعني باغينا نعرفه النتيجة وشن هو اللي عطيته هاي السنوات للشعب الصحراوي شن هي الامتيازات اللي جبته باغينا نعرفوها فقط لا أقل ولا أكثر هذا اللي قلت خطير اللي قلت اللي قلت مقدينة في الوقت خطير عني ما نقدر لرقيبات باش قلتها قولي باش قلتها أسفر على ما يقول عندك شيئ أنت تعال عن رغمك إسباني توجد له رغمه ينقفر وانت من نفسك تطلع على المحكمة يتبث البلبلة وانت من نفسك تطلع على المحكمة 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 اه من خلوق أستطيع فック ايه ايه خلق اغفر しました غريم على حقيق كل ما يلمح هو licence لا فعلم لا Ferr أب setting باش طريق الرأس مل كبار قعد pon 人 فقعد قاد utter فقعد لوحدة الوطنية ما ما هو أفضل هذا؟ أشيء؟ أمي ترس؟ أمي ترس؟